أخبث الناس قلبا من يفرق بين الأحباب دون حق فتراه يسعى جاهدا ليفرق بين الزوج وزوجته أو بين الأم وولدها أو بين الأب وولده أو بين الصديق وصديقه يتكلم بالسوء ليلقي البغض في قلب هذا الشخص فيفرق بينه وبين حبيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها ومعنى خبب أفسد وسواء كان ذلك بذكر مساوئ الزوج أو بذكر محاسن غيره حتى تكره الزوجة زوجها وكثير من المجموعات التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا هم لها مع الأسف إلا شحن المرأة تجاه زوجها ومن ثم الإفساد بين الزوج وزوجته ولا يقل خبثا عن هؤلاء من يفرق بين الوالدة وولدها أو بين الوالد وولده وخاصة إن كان أحد الطرفين زوجا أو زوجة يعمد أحدهما إلى الأولاد ليوغر صدورهم تجاه الطرف الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة